اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حديث آخر محام وعضو كناسة سابق وقيادي في الحركة الإسلامية في سبعينات القرن الماضي اعتقل لنحو سبع سنوات وبعد الإفراج عنه نشط في مجال حقوق الأسرة ومثل الكثير من الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومنهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين المحام عبد المالك دهام سنتحدث معه هنا في بلدة كفر كنا بالجليل في حديث آخر عبد المالك دهام شاولد عام 1945 في بلدة كفر كنا بالجليل وفي عام 72 من القرن الماضي اعتقل لأكثر من سبع سنوات للاجتباه في انتمائه لحركة فتح والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل وفي أواخر السبعينات وبعد خروجه من السجن نشط في مجال حقوق الأسرة ومثل الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبين أعوام 96 و2006 ترأس القائمة العربية الموحدة وأخذ معها ثلاث دورات برلمانية وبين أعوام 2003 و2006 كان نائبا لرئيس الكنيست سيد عبد المالك دهام شكرا على هذه الاستضافة أهلا وسهلا نبدأ معك هذا الحديث من آخر تطورات السياسية وفد إسرائيلي إلى البحرين وفد إماراتي إلى إسرائيل كيف تنظر إلى اتفاقيات السلام بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية أنا لا أظن أنه كانت هناك حرب بين إسرائيل والخليج تحديدا الحرب كانت على أرض فلسطين مع الشعب الفلسطيني بالأساس وقوة عربيا منها من حارب ومنها من لم يحارب ومنها من لم يسمح له أن يحارب الحرب انتهت بإنوار بين معروف كيف صارت وكيف العملت وكيف المسرحية تمت إخوانا في البحرين وفي الخليج تحديدا السعودية اجتهمت بشكل أو بآخر مضبوط ما كان الهندور وما كان حسب التعريف الدولي والقانوني ما كان علاقة حرب بين أي دولة من هذه الدولة اللي أقيمت مؤخرا الإمارات وقطر ونعرف بحرين وما إلى ذلك والكويت ما كان أي علاقة حربية بيننا بين إسرائيل ولا أي علاقة لا إسرائيل بولا إجابة السعودة نسموها سلام ومش سلام وإسرائيل بدها ونتنياهو من شأن الانتخابات وهو بالنزع الأخير إسراء بدي يحاول يجيب مكاسب ويورجي الشعب الإسرائيلي أو اليهودي تحديدا أنه أنا الملك المنقذ وأنا آخر الملوك الكبار وأنا من السلالي اللي أسست لدولة إسرائيل هذا شأنه في الواقع هو عمل أقرب إلى السخافة وإلى الشكليات وكما قال الشيخ أحمد ياسين رحمه الله من لا يستطيع الزواج لا يسمح له بالزنا وإسرائيل والبحرين كانوا بعلاقات ما من زمان والإمارات تحديدا برضو كما يقولونهم ما الآن يريدون أن تتويج هذا بشكل رسمي وعلني وعلى الملأة ليكون لهم ذلك مين من أهن يقيل إن أحد أهداف هذه الاتفاقيات هو صدو مواجهة الإسلام السياسي وحضرتك تنتمي إلى الحركة الإسلامية هل هذه الأرضية تراها كافية للجمع بين إسرائيل وبعض هذه الدول؟ من أين لكم أنتم العلاميين تحديدا وكل المغرضين بتقسيم الإسلام وتسميته كما تشاءون الإسلام هو الإسلام والإسلام يشمل السياسة والعمل السياسي والعمل الاجتماعي والعمل الاقتصادي والحياة جميعا لكن هناك ما يعرف اليوم ما يصل عليه الإسلام السياسي أنا أفهم ما تقول وهذا التعريف يعني أن الإسلام كأنه ممنوع يكون سياسي وأنا بقول لك الإسلام من أول يوم الإسلام سياسي أبو جهل وأبو لهب عرفوا أنه الرسول حق والإسلام حق ولكن سياسيا هذا الإسلام لما يقولوا لا إله إلا الله بدون نزلهن عن ملوكيتهن وعن ملك للناس أبو جهل عرف حق اليقين أنه النبي حق والإسلام حق بس بدون يقول لا إله إلا الله لأنه قال إذا قلتها راحت مملكته ومن هنا تحريم العمل السياسي على الإسلام أكثر منك أصلا في اللحظة التي رسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة والصحابي الكرام والمهاجرين والأنصار وكل الطيبين بداية من المسجد خلال بنادة المسجد أيام سير الرسول إلى قصرة وقيصر ولا مش هيك شو مش سياسي هاي إلى ملك الروم السلام عليكم من يتبع على الهدى نحن في رسالة الإسلام مديش أغلط في الاختباس أسلم تسلم أو كما قال ربعي معامر لرستم ولقادة الفرس قالوا له شو مجايبكو يا العرب ما لكنتو كلكوا أموركو توكلوا البعر وتحت سرامينة ما لكنوا جاينا تحاربوا اليوم صرتوا بتكاملوا على دولة قالوا ودوا له ربعي سيدنا السعر بن أبي وقاص ربعي دق بالرمح وضل وصلت ووصل جنب رستم القاعد وقعد جنبه قالوا لا مش فهم بلاش بروح قالوا مزعت للتنافس قالوا أنا ماشي إذن ترفض عبارة الإسلام السياسي هذا تعريف مشوه مشوه مغرض ومشوه بنفس الوقت الإسلام يحتوي السياسي مما خلق والإسلام يقرر حياة الإنسان والبشرية السياسية على فكرة أكثر من هيك وانت علمت البشرية أنه في حرمة للأسرع للأسرع الحرب وانت قالوا لا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شجرا وستجد أناس في الصوامع تركوهم وماهم له إسلامي لحدد هذه الخوانين كعود وقيادي في الحركة الإسلامية كيف ترى هذا الرفض لما يصطلح عليه الإسلام السياسي؟ نحن نقول بأن هذا الإسطلاح معتدل وظالم وليس له ما يبرره إلا لغرضين في نفس من يستعمل الإسلام شامل أخرى مرة الإسلام أتى لينقذ البشرية كلها ويخرجها من الظلمات إلى أمور والمسلمون عندما دخلوا في حروب لم يدخلوا من أجل الحرب ولم يرودوا احتلال بلاد أخرى ولم يرود إقامة دولة أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما وعد المسلمين بإقامة دولة إسلامية عظيمة قال لهم أنا موعدكم الجنة ولكن بطبيعة الحال عندما أراد المسلمون أن يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور صار بيني نحتكاكوا بين الإمطاردات والدول الإمبراطوريات وما دخل المسلمون خلونا يا عمي خلوا ما بيننا وبين الناس إحنا ما جاينا نحارب بدناش بلادكم بدناش نحتل إحنا جاينا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحدهم خلونا ندعي الناس وفيش ما بينكم مشاكل وعني يحضرني بهذا الموضوع أصلا حدث تاريخي يعني يشهد لها التاريخ ويشهد لها كل منصف جرأ أنه الجيش الإسلامي دخل على سمرقند في حينه بدون ما يعطيهن هذا التحذير كان يقولون يا عمي معكم مدى معينة خلوا ما بيننا وبين الناس بدناش نحاربكم بدناش ننسيه الدم وإذا لا بدنا ننصل للناس رسمنا عنكم اللي بعرضنا منحاربهم احتلوا البلاد بدون ما يعطوهن هذا الخيار فأتوا إلى خلافة سيدنا عمر بن عبدالزيز كما أظن واشتكوا وقالوا يا عمي انتوا احتلتونا بدون انذار وهذا الاحتلال غير شرعي شو عمل الخليفة قالوا انوادوا لي برا قائد الجيش أجهل قائد الإسلامي قالوا لقعد فبول الناس بقولوا ان احتلتهم بدون ما تنذرهم قالوا والله الصادقين قالوا صادقين خلاص اعقدوا له مجلس قضاء يا خليفة المسلمين كم شهيد وكم مي وقد اشتفانوا قالوا هذا كل الكلام وانسحب الجيش الإسلامي قضاء القاضي المسلم الجميع بصحب الجيش الإسلامي إلى الحدود وعادة التحذير من جديد لما بلش المسلمين نسحبوا أهل سبرقين قالوا ان شاء الله نحن ببسطين وكيفنا معكم بالناشة نسحبوا من عندنا اليوم في المنطقة هناك رفض للحركات الإسلامية لجماعة الإخوان المسلمين وللعديد من الحركات الإسلامية من الذي يرفضه من قبل الدول أساسة المغرضة المتغطرسين نحن نتحدث عن أساسة نحن 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 نقول الشعب المسر أصلا بمتخابات ديمقراطية واضحة كل العالم شهد لها اختار الإسلام واختار مرسي نعم الشعب الجزائري قبله في 1992 عظيم إذا مشغل طاد 92 الشعب الجزائري اختار الإسلاميين نعم 91 أو 92 اختار الجزائريين المسلمين يمسكوا البلاد شو كانت النتيجة ديكتاتوريين من أمريكا وفرنسا والعرب الموالي الهن واصحاب الشؤون والسلطات قالوا لا طب ما كنتوا بيقوله ديمقراطية أخي ولما الإسلام بالطريقة الديمقراطية يصل للحكم بصير محرم عليه لكن في المقابل هناك مآخذ على جماعة الإخوان المسلمين على بعض الحركات الإسلامية بأن ولائها ليس للوطن وليس للبلد إنما للحركة التي يقودها يعني طارة قطر وطارة تركيا كيف تعقب على ذلك؟ الإسلام ولاء لله والمسلم لا ولي له إلا الله ويعتز ويفتخر بأنه هو من أولاء الله أو يوالي الله نحن فيش أننا ولاء كمسلم لا يحق لك ولا يجوز أن توالي غير الله ولكن الولاء لله يشمل إلى الولاء للوطن ما أخلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيش اللي أعلمنا إياه لما خرج من مكة مهاجرا التفت وقال أعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأنت أحب البلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وطن الإسلام بحب الوطن الإسلام بيفرض عليك إذا جزء من الوطن الإسلام يحتل كل المسلمين مطالبين بهم حماية هذا الجزء الإسلام بدي الوطن إصلاح أنت كان لنا وطن إحنا وطن إسلاميا وجغرافيا وطن مستقل ويعتز به إلا بعد الإسلام وبالدولة الإسلامية ما كانت أوطان العرب قبل الإسلام؟ لو أطير عند الفرس والروم في الإسلام صرنا قادة البشرية لكن ماذا عن الشق الآخر من السؤال قطر وتركيا هذه الاستفافات هذا الرضب في المنطقة هذا الرضب في المنطقة يقابل باتهامات بأن هذه الجماعة جماعة الإخوان المسلمين يعني تحركها كل من تركيا وقطر تركيا فيها الإخوان المسلمين حاكميا؟ أو قطر؟ تستطيع تقول ذلك؟ تركيا وقطر نعم هناك تهمات لجماعة الإخوان المسلمين يؤلون الاتجاه الإسلامي يبدو أو يحبذون أو لا يقومون بقمعه كما تقوم من الدول الأخرى أردو قال ألف مرة أعلنها وقال أنا مش جاء أقيم حكم الإسلام أما نجاء أرفع الظلم وأعطي فرصة لزي ما إنه مسموح التعري ومسموح الخمر ومسموح قل ما عدا ذلك برضو مسموح الإسلام يا ناس ما كانوا يحرموا أصلا أنا تشرفت بزيارة تركيا وأنا نائب رئيس كنيسي في حينه بأيام الزمان وقعدنا مع رئيس البرلمان التركي وقعدت مع قيادات تركية وهناك الرئيس الكنيسي تتبعنا بلش يفكر إحنا واحدة ديمقراطية في الشرق الأوسط الدولة الوحيدة ديمقراطية إحنا وإنتوا يا تركيا وقلت لهم بس 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 استقدمنيه حتى بشكل مضحك أو جميل قال هذا ده مش حركة إسلامية مش موافق هو على كلمة من اللي حكيته وأنا سأله بو ما فيكش على كلامه أما بده يحكي وحقه يحكي قلت لين أنتوا جايتين بتبسح جوخ لها أنا في إسرائيل يا سيادة رئيس الكنيسي تبوخ زي 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 العرب ماخذين حقوقا في فسحة ديمقراطية صح نتنفس وليان عضو الكنيسي في إلا فسحة أما متساويين طبعا لا ضاعت الديمقراطية وانت بتركيا زحتوا أربكان ليش وحبستوا والمسلمين اللي انتخبت للبرلمان التركي بحجابة طردتوها وحكمتوها ليش الديمقراطية وهي ديمقراطية بالضلاء ديمقراطية بس يصل الإسلام أو بس اللي بتوصل للإسلام بتبطل تصبح الدكتورية أولى ولا الإسلام ذبح الديمقراطيين ولا يستلموا الحكم إذا كانوا مسلمين بأي حق بأي ديمقراطية نعود إلى الاتفاقيات بين كل من إسرائيل والبحرين والإمارات نعم هل انتهت القضية الفلسطينية من خلال هذه الاتفاقيات كما يقول اليمين الإسرائيلي لم تنتهي ولن تنتهي القضية الفلسطينية لآخر الفلسطينيين بأن كل العرب وكل المسلمين مطالبين وعليهم واجب للقضية الفلسطينية ولكن بالآخر هي قضية نحن وإحنا فلسطين وإحنا في أرضنا وفي شعبنا أقول لك لو لم يبقى فلسطيني إلا داخل الـ 48 لم تنتهي القضية إحنا واكف نهل بين مجلسات أنا قلتها مراراً نحن أصحاب حق بالعيش أعزاء كرة ماء على أرض وطننا ولو لم يبقى فلسطيني واحد ولا إنسان في الكرة الأرضية إلا إحنا وهل يهود بالـ 48 فلسطين ما انتهتش وقضيتنا ما انتهتش ونقبل بأقل من أن نعيش أعزاء كرة ماء على أرض وطننا وندي كامل ومساواة هذا اللي يفهم القاسي ودين وهذا يفهمون اليهود وأنا قلته مراراً على مصر أصلاً تشرفت من أول لحظة طلعت على المنصة عندما انتخذ أضو الكنيسة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة العرب والمسلمون في كل أنحاء العالم حقيت عربي إن جنوا واحد زائبي ونطر السقف قال لي الرئيس الجلسة وقعده وكان محامي وأنا محامي وأعرف القانون قال لي الأستاذ دائما أمشي محامي وأعرف القانون وأنا محامي وقعده ويرتاحه بصحل ويحكي بالعربي زي ما بده نطيته وروحته وجيته بده يحكي وصارت اللغة العربية مألوفة وقاليت على نفسي ما يمر أسبوع إلا أحكي على الأقل مرة واحدة بالعربي وما إلى ذلك يعني إحنا من نقبلش أقل من رغم الكامل نعم رغم يقال أيضا أن العرب في إسرائيل يمكن أن يكون جسرا لهذا السلام العربي الخليجي كيف تعلق على ذلك أنا لم أرى عربي واحد يحب أن يكون جسرا أما هذا القول ليس جديد العرب كانوا ممكن أن يكونوا جسرا بين الفلسطينيين خارج الوطن أو في الضفة وغزة المحتلين وبين إسرائيل فيما لو كان هناك سلام بالمعنى الحقيقي إسرائيل لا تريد السلام إسرائيل تريد ابتلاع كل شيء إسرائيل تريد تصفية القضية وكل من لا يعي ذلك أو يتجاهل أو يتعامى عنه يتعامى عن واقع موجود إسرائيل تعرف أنه إذا هي عملت سلام أصلا لو بدها تعمل سلام عملت فلسطينيين حسب التفاقيات الممضية الموقع لم تتنكر كان لقيام دولة فلسطينية عاصمة القدس وهذا منصوص عنه موجود في التفاقيات أصله أتنيا لما استلم بسطة فلسطين دخلت أنا ويقع الكنيسة بمواحدة فكرة تخيبنا مع بعض تفضل أنا أتنيا أكمل قال لي يا عم بغدرش شو تقدرش هاي قال لي يا مين تبعي أنا فكرة كمّل شوي قلنا لو إحنا بنحميك إحنا العرب في داخل الكنيسة وميرتس واليساريين اللي بدين السلام يمشي منضمن لك حكومتك ما تثبتش على أساس أنك عملت سلام روح طلع من الخليل طرابين أخوتين اللي لم يخرج من الخليل بيريس لم يستطع ستة شهر طلعنا أعطيناهم من الخليل قلنا لو نعطيك إحنا حزام أمان ورفضنا وما خلناش حكومته تسقط لأنه انسحب من الخليل بعدين صار أشياء ثانية ماشي إسرائيل لو بدها سلام عملت والفلسطينيين بدهن سلام والفلسطينيين مستعدين وأبو مازن على فكرة زي عرّ نفسه من كل شي خيار وحيد شو خيار وحيد أبو مازن لا فيه خيارات ثانية إسرائيل بدهنش سلام وبدهنش تعطي أي شيء وانت يرجع للقاعدة لحلالة السفر بدهن إلا كل الأرض يرجع قول من البحر لأنه هار فلسطينية ويرجع ناس مورو بجديد شو المشكلة ولو كاستراتيجية مفابضات السلف بتقول إحنا لا خيار لنا إلا سلام أنا أريد رد عليك أريد أنش أطوك سلام إياه بذلك أريد أنش تريد سلام وبتذكر الكويت لا الكويت بالعكس موقع مشرف الكويت معارض أما البحرين والإمارات هذا سلام أستاذ عبد الملك أنت أيضا كنت لعشر سنوات عضوا في الكنيسة وحتى نائب من الفترات لرئيس الكنيسة اليوم هناك نقسام حاد بين المعسكرات السياسية في إسرائيل لكن ربما هناك قاسم مشترك بين اليمين الوسط اليسار وهو رض التعامل مع القائمة المشتركة هناك إجماع لا أريد أن أقول يهودي ولكن صهيوني قد يكون في بعض الأحزاب اليهودية تقبل بما كند وكشريك ولكن إجماع بين 90% لا يريدون شراكة سياسية مع القائمة لا يريدون شراكة مع عرب داخل دائرة التنفيذ أو العمل وعلى فكرة أنا كان في هذا الموضوع لقاء مع سيد براك عندما انتصر برئيس حكومة سنة 99 أصلا دستوريا وحسب القانون المفروض أنه أي عضو كنيسة يتكلف بتشكيل حكومي أن يتشاور مع كل الكتل وأن يدعوها للدخول لحكومته فكسابقة وغيره لم يتشاور أحد دعاني براك كرئيس القائمة الموحدة يتشاور معاي على أساس تأسيس الحكومة طيب قعدنا فضل لأ سيد براك قال والله أنا بدي أعمل سلام بدي أكمل مسيرة طرابين وبدت أيدوني قلت له كيف يعني إحنا نقيدك جاء بدي أعمل سلام على الفلسطينية وانتو أقضى بيعنيه كل إشي أيدوني قلت له بتارض علي وزارات اقتلاف زي ما كل الأحزاب حكيت مع غيره هيك قلت له أحنا لازم نقيدك هيك من بعيد لبعيد بدون شي جاء لما أنتو إيه لكم مكسب والسلام كسبنينه قلت له يا سلام وليش ربين كان خاين لما عمل سلام مع رفقات وانت خاين اللي ما بيكتمل سلام على الفلسطينية انت بيكتمل السلام لشانسو دعينينا ولي لأيكم آمنين انه السلام بيخدم دولة إسرائيل احنا السلام بعينينا صح مستعدين نساهم ونحمل أما انت واجبك الدستوري والقانوني والأصول تقول لي تفضى فوت على الحكومة أنا بقول لك شو فيها حكومتك بلاقيها زي الزفت بقول لك شكرا مديش أفوت انت مجمور تدعيني وأنا برفض هيك دستوريا وفيك الأصول بمعنى انه لازم تعترفوا بشرعية حقنا انكون شركاء هاي شرعية ما اعترفوا بيها ولا مرة كادوا يعترفوا بيها الانتخابات الأخيرة بس ما أخيمت الحكومة اللي بدأت زيحنا تنياهو وبصيروا يتسابقوا منشان ياخدوا صوات اليمين هو اليوم الموج الماشئ اليمين المتطرف فبصيروا يتسابقوا ويسيبوا على العرب منشان اللي ياخدوا صوات عدم القبول بأي شراكة سياسية مع العرب في إسرائيل ألا يعزز الموقف القائل في إسرائيل أو لدى العرب في إسرائيل أو الشريحة التي تقول بأنه لا جدوى من المشاركة في الكنيسة لدى العرب السياسي تتغير وعدم القبول لا حد إسه مظبوط كان هيك أو أكثر مرة هيك بس كان في وضع قبول وأنا أعطيك مثال لما يحتجون بسئة الحز واللز برجعوا وبيعترفوا نتنياهو شايفوا هذا اللي أبت تطرر في السهل بالثمانية سيئة رجع من واي بلانتيشن إيجا إلي هو حكومته كقامرة من واحد وقالوا أنقذوا لي الميزانية لأنه لو سقطت الميزانية سقطت الحكومة قلنا له الشو بتعطينا قال أولي شضرية الأملاك أنتوا بتشدوا بنغلكوا إياها وقلت لينو كل شي مضيت عليه مع عرفات ما كنت نفذه لن نعرف إنه مذذوش ما قال هذا الشرط شوية عيب عليك يدها مش أنت حبيك فنسة شلانو عندنا هون كيف بدك أن نفذ معرفات قبل هذا الشرط المذل أنا بالرأي هذا مذل إله قبله وبالآخر انتهى الاتفاق بيننا وبينهم لأنه ما نفذش الشرط مع الفلسطينيين ولم يطلق صراحة أصل الفلسطينيين المتين اللي كان يطلق لازم يطلقهم يوم جمعة بعد بصار التصويته بيوميا وأطلق صراح 96 من البلد السريح ومن صرقين سيارات ومجناء وما إلى ذلك وهنا انتهى الاتفاق لما يحتزونها بالتفاق أنا بوعدك المشتركة إن شاء الله بتحافظها حالها وبتظلها قوية إلا تركع إسرائيل وينجبروا ويأخذوها أضو شرعي لأنه نحن لسان ميزان وهذا الاستراتيجي اللي حطها الشيخ عبد الله رحمة الله عليه من البدايات لما فكرنا نفتع الكنيسة قال أما بد الوسط العربي يصير لسان ميزان بين اليمين واليسار ولما نصير لسان ميزان لكن الأصوات المنددة بمشاركة العرب في الكنيسة ربما عادت إلى الواجهة من جديد شاهدناه في الانتخابات الأخيرة أو المقاطعة أو المقاطعة بغض النظر هذا الظرف السياسي يقودنا إلى الانشقاق داخل الحركة الإسلامية حول هذه القضية المشاركة في الكنيسة الأستاذ عبد المالك دهامشة هل توقف مع نفسه أجر محاسبة نفس فيما يتعلق بهذا الموضوع المشاركة في الكنيسة على ضوء تهميش النواب العرب الذي أخطأ حريهم به أن يحاسب نفسه وعبد المالك دهامش لا أعرف حالوغلط بخر ساجد لله وبيعترف بقول غلطانين الذين أخطأوا وشقوا الحركة الإسلامية أولى بهم أن يمودوا إلى رشدهم حركة الإسلامية ما كان لها أن تشق وما شقت على الكنيسة على فكرة الحركة الإسلامية وصلت للمؤتمر العام الذي أقر انتخابات الكنيسة وأقرت هذا القرار مجتمع والتزمت به بما فيهن الإخوة القيادين اللي نشقه بعد أربع خمسة أيام أو أسبوع كلنا التزمنا بالقرار وكلنا فط على الكنيسة وبالتلفزيون وبالراديو الإسرائيلي وقفوا بأشخاصهم وبحريتهم وقالوا ملتزمين بقرار المؤتمر العام وذهبين إلى الكنيسة بعد كم يوم صارت تغييرات نشقوا حملوا على الكنيسة نحن طرحنا بعض الكنيسة كحركة إسلامية من سنة 98 بعض الإخوة قالوا يا أخي بهذه الكحراء قال الشيخ الله يرحمه مرة قالوا أجلوها أربع سنين تأخذوش فتوى مني أنا بأقول لكم بيقاش حرمة أنا شوي بفهم بالدين هذا كلام الشيخ روحوا للمشايخ اللي بدكوا إياهن اسألوا من بدكوا من هؤلها أربع سنين راحوا وسألوا المشايخ وأولين القرضاوي وقفت بالجواز وقال نفس كلمات الشيخ عبد الله قالوا هذه مصلحة مرسلة مرسلة لكم إذا لكم مصلحة فوتوا بتكونوا شبناش حرين رغم هذه الفتاوى إلا أن هناك بعض الطيارات أو دعنا نقول الطيارات الإسلامية في العالم في غلبيتها أيدت الجناح المعارض للمشاركة في الكنيسة داخل الحركة الإسلامية الطيارات الإسلامية لم يكن أمامها خيار الطيارات الإسلامية ما علمت عن المسلمين وعن الحركة الإسلامية إلا من خلال الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب الذين هم الإخوان المسلمين في الخارج لا يعرفونه سواهم يعرفوش عننا إشي أنا كتب عني كتاب في الأردن على فكرة وإشي بذكر بإشي والأخ المحترم الله يرحمه الشيخ حسن جرار لما قعدت أنا وياه وعرف مسيرة حياتي وكتب الكتاب قلت ليش إحنا بنعرفش أنه أنت الحركة الإسلامية إحنا ما بنعرف إلا الشيخ رائد عمرنا ما اسمعنا بحدث ثاني العالم الإسلامي من خلال الإخوان أو غير الإخوان ما أعرفش التنظيمات الموجودة عرفت بهولئة الناس وتجاهلت الآخرين إحنا موجودين الشيخ عبد الله والمؤسس إحنا الحركة الأم إخواننا حبهيبنا للجسة وبكرة ولا اليوم أبدا لم يحضل بيننا لا سمح الله أنا بأحكي تحديدا لا بغض ولا كره ولش إنما النوع من اللوم يعني إحنا اختلفنا على موجود اجتهادي خلووا بدأرة الاجتهادي عمي ومنختلف وعلماء العلمونا وسادتنا اجتهد وقلت شاف عيال إنه أنا على صواب وغيري على خطأ وبس بحتمل رأي يحتمل يكون خطأ وضعك صواب ما نفى الآخر يعني تعالوا تنما ننفيش بعض ما نعملش بيننا انشقاق وحروبات والكنيسة تمليحة منكمل مش تمليحة يلعنا أبوها ما يدراع إحنا عدفنا بدنا شي مندعس عليها لم يكن عيشنا بدون كناسة ومستعدين لعيش وأقول لك أنا لا أنسى كلمات الشيخ عبد الله في إحدى الجلسات قال يلعنا أبو الكنيسة تعبوا الانتخابات إذا الكنيسة بدها تشغل للعركة بدي شيئا ومقرة مرة رحنا على الكنيسة ماتفقين وقرقنا واتفقنا بعدين رد صاري انشقاقت شو بدنا نسوي قبل أيام أحيت الجماهيل العربية في إسرائيل أحداث أكتوبر عشرون عاما على أحداث أكتوبر إذن كيف وضع ترى الجماهير العربية هل تحسن أم زاد سوءا عشرون عاما على ثورة الأخصى هبت القدس والأخصى كما نسميها بالإصطراح الرسمي ولكن هي ثورة الأخصى لأن شورون في حينه كان رئيس المعارضة وكان رئيس الحكومة براك وكانت في الكنيسة وبرك كان أقرب كيف نحن جاعدين أقرب منك عليك أحط يديك تيجي عكته قلت بتاعي براك شورون بدي يفوت على الأخصى براك شورون لدينا له وبيدي يفوت لأنه رئيس المعارضة من شهر يخرب عليك تخلوش يفوت على الأخصى لأنه إذا فات ستشتعل نار لا يستطيع حدا إخمادها ما ردش علي براك فات شورون تلقينا على فكرة وما صار لش شورون فات على الأخصى تعلن للعالم وللوسط اليهودي تحديدا أنه أنا بحب نسموهني جبل هيكل طبعا ظلما وزورا لا جبل ولا هيكل جماعات هذا الأفضل جماعات فات يقول أنه أنا هنا انتخبوني من شأن أنا أحرر لكم أو أسلمكم أو أعطيكم وكان عنوان زيارته بدي أفوت على المصل المرواني لأنه كنا نحن منظفين المصل المرواني ومخرجين القمامات اللي فيه وكان سنين بقات سنين مسكر وقاعدين نعيده أول بول كمسجد وهو اليوم مسجد الحمد لله ويصلى فيه فات تحت عنوان أنه أنا بدي أفوت على المرواني وأشوف شو عمله وشو خربه الحركة الإسلامية قلنا له مش راح يصير لك وما صار لهش بالآخر وما دخل المرواني إنما صارت مصادمات ومشددات كان ليا شرف بدايتها لأنه فات من الباب المغاربة بداية وإحنا نركض بدنا نلحقه ساعة 7-7 وعشر فات عشرين متر وماشي ما شاء الله وحوالي العشرات والميات الجنود وحرص حدود والمسلمين الموجودين كأنما أخذوا بهالمنظر فأنا جئت أركض وأنا مش أبو علي ولا عن طرعبس أما معي حصان وأنا أعرف حصان أنت بتحميني نطيت عروسين على وجهه اطلع يا دينيس اطلع من هنا اطلع يا قذر هذا مكان مقدس وإنسان دينيس اطلع من هنا ليس لك ما تفعله هنا وظلينا نصادم فيه وناس طبعا لحقونا كله ودباتوا وصاروا ليتلاحقوا الصفوف وإذا شارون أصبح بضمين بحر هو الدائرة تبعته وساعتها لما وصلنا قبالة المصطلة المرواني سقط أحد الأخوي بحفرة كان بعده حفرة ومشغلات جملة واحدة أخيرة وكان قريب مني قاد شرطة القدس نادي طالله وصرقت له ويعرف نمنيه قلت له اطلع من هنا انت إسا المسؤول بالميدان عظم لا براك ولا شارون انت المسؤول يطلعهم قبل ما تشوفوا وقتلوا إلى آخره وبالفعل ثواني قلت لهم اطلعوا وطلعوا مدفوشين هذه الأحداث امتدت إلى يعني داخل إسرائيل في البلدات العربية داخل إسرائيل أيضا كان هناك مشاركة في هذه الأحداث خلينا أعطيك الأحداث زي ما صارت نعم تفضل طلعناها يوم الخميس نعم يوم الجمعة صلاة جمعة بالقدس وبالأقصى بعد الصلاة كانوا مبيتين يا بدولي الإسرائيليين أو الجيش الإسرائيل أو حرص الحدود أو من وراء ذلك أنه يوقع ومذبح فأطلقوا النار على المصلين بعد صلاة الجمعة مباشرة وارتفع سبع شهداء من أهلنا بالقدس وحواليها ومننا كان جرحا إحنا من الداخل وهذا يعني الشرارة كانت مولعة وإسا النار هبت على الآخر كان لي شرف التواصل هنا كنت في الطير إحنا صلينا جمعة في الطير يعني في خيمة احتجاج على شارع عابر إسرائيل اللي بدوا يصادر أراضي الطير فأطلنا على القدس لما عرفنا وصلنا قدام ساخن شفنا الأخو اللي استشهدوا كان في حديث أنه فيه من الشهداء من شفا عمرو من أم الفحم تبين أنه لم يستشدوا وإنما هناك جرحة من الداخل فاللي صار أنه إحنا بدأنا في لجنة المتابعة باجتماع مستمر يوم السبت مساء اجتمعنا وقررنا أنه تكون الأيام التالية أيام إضرابات ومواجهات ما كان بعده سقط شهداء من عنا السبت المغرب لما نهل الاجتماع أجل خبر أنه سقط شهيدان في أم الفحم فأخلنا بكرة جنائز ومواجهات يوم الثنين كذلك الأحد كذلك ثلاثة بعدين وصلنا حوالى عشر شهداء كنا أو 11 شهيد ثلاثة عشرة بالآخر في اثنين ارتفعوا بعد بأسبوع يوم السبت من الناصر كلنا 11 شهيد لحد يوم الأربع ليلة الأربع قلنا يا إخوان إحنا بظبط كأننا شرف من يصادم شرون وشرف من أطلق الشرارة وشرف من صادم وقوم والتحمنا مع أقصائنا وأعلننا رسالتنا أنه إحنا أصحاب حق في الأقصائنا ندافع عنه واجبنا واصحاب حق مع إشاقنانا الفلسطينيون ندافع عنه واجبنا واصحاب حق في كل الموضوع ولكن بظل بالآخر في شوية فرق بين مواطن وحامل جواز السفر الإسرائيلي وأضوى كنسة في إسرائيل من الـ 48 لليهوض وبين مواطن الفلسطيني فيش عليه حدود وكذلك المواطن الفلسطيني في عمان ليس عليه نفسه في الواجبات على ضوء هذه النقطة اللي في لندن قررنا أنه شوية شوية نبلش نهدي المواجه نعم من رصة الأسبوع على ضوء ما تتحدث به في هذه النقطة بالتحديد اليمين في إسرائيل يتهم العرب ونوابهم في الكنيسة بأنهم يلعبون لعبة مزدوجة فيما يتعلق بهوياتهم وبالانتماء لماذا نتوقع دمج كامل للعرب في إسرائيل والغالبية الساحقة تعتبر نفسها وهويتها على أنها فلسطينية وهذا ما يزعج اليمين في إسرائيل سبعين سنة ما رغبت على إسرائيل مشيك هذه السبعين سنة العرب أن يندمجوا ويصبحوا إسرائيليين لن نمجوا في السبعين سنة ولكن في الوقت نفسه كما أسلفت نحن لا نستطيع أن نكون فلسطينيين وبس لنا وضع خاص نحن نظل على أرض وطننا طب إحنا نعلن بكرة أننا فلسطينيين وخلاص وبدناش هالدول المفروض أن نرحل ونروح أشعب الفلسطيني ولا مش هيك لا نحن فلسطينيين وإسرائيليين بنفس الوقت أما أنا صاحب برضو النداء أنه نوازن بين هؤلاء وثنتين بدل ما يكونوا متناقضات ومتعاكشات هذا ليس إزدواجية في المعير كما يقول أبدا أنا أضع المعادلة بشكل تضامن وتضافر أنا أحافظ على فلسطينيتي من جهة أولاء أقبل بها بديل وأحافظ على حق بالعيش عزيز كريم مواطن إسرائيلي على أرض وطني هذولا الشقين يجب أن يكونوا داعما الواحد للآخر إذا أحسننا التعامل السياسي ويصبحان على طرفين قيض إذا انهبلنا وبطلنا نفكر ونعرف كيف بدنا نمشي أنا أدعو ودعوتي الوسط العربي وكان لي في هذا الموقف موقف مسجل ومكتوب إلى آخر نحن لا نتنازل عن حقنا بالعيش أعزائك ورماء على أرض وطننا وعن المواطني في داخل هاي الدول اللي فرضت حالها فوق روسنا أو أمر واقع ومن تركش بيونتنا ومن طلعش بأي حال وبنفس الوقت نحن فلسطينيين أصليين على أرضنا وعلى وطننا ولا نقبل بهذه الانتماء الفلسطيني بديلا بدل ما يصبح الانتمائين هذول أو الشقين متناطقين ينفي الثاني لا كلاهما يمدوا الآخر وهذه خصوصيات نحن عندون كل البشرية في الكرة الأرضية نحن المسلمين داخل الإسرائيل العرب داخل إسرائيل هذه خصوصيات لا يتمتع بها أحد سوانه في العالم كله نعم مؤخرا أيضا كان هناك نقاش حاد حول مشاركة اللاعبين العرب في منتخب كرة القدم المنتخب الإسرائيلي نتحدث وضرورة إنشادهم للنشيد الوطني الإسرائيلي إذا ما أرادوا اللعب في صفوف هذا المنتخب هل هو طلب هل هو طلب منطق أم ماذا هذا كلام مفروب منه كلام فاضي لكن تبعت ما حدث مؤخرا سمعت بعض الأشياء إسرائيل إذا كان اللاعبين العرب هنا بتركع هنا وبنشدوش وأنشدوش وكنا بالكريسة وأنشدناش وقاضي عليا عربي كان قاضي عليا أقر من مركز ولما صار نشيد للتكفر نشيد الوطني ما أنشدش وقالهم بديش أنشد والمنصفين منهم بعترفوا وما حدا قد رجب أن نشد مش مجبور أنشد وأنا كنت بديش أنشد وانا قلت لهم قلت لهم إذا أبو تحتنا نشوف هذا النشيد شو بقول وكيف ممكن أنا أتعاطف أو يمثلني غيروا حطوا إشي منصف حطوا إشي حطينا دولنا من شو نفكر بنشيد مش ترك أما نشيدكو هذ كيف ننذوب فيه أو نتمنى وبقدروا يطلبوه وما طلبوه أفضل يعني المنصفين منهم أو العغلانيين ما طلبونا بهذا الاشي ويقول لك مستحيل تطرفي تسمع أحيانا أما لم يطلبوه كيف يمكن رد على هذه الأصوات رد كيف يمكن رد وتجذر بأرض وطنة وبحق نبي العياش أذكر ثم بنفس الوقت نسمحها قوية نحن بدنا قوة منشان تسمع بدنا قوة شو مصادر القوة إلنا إحنا متعلمين مستشفيات سيبدون طبيعة العرب بتسكت بتسكر معلمين الثقافة التعليم المدارس العمال البناء إحنا إحنا أقوياء بعلومنا وإتقاننا وخبرتنا وإحنا أقوياء بحقنا بنفس الوقت هن بحاجة إلنا وإحنا بحاجة نعيش ولذلك فيه مصلحة صارت مشتركة بنا وبينه في هذه القضية التي يقول يعني يصفها الإسرائيليون أو اليمين بالانتماء المزدوج ربما أنت عدت قلت عام 72 بتهمت الانتماء إلى فصيل الفلسطيني حركة فتح ماذا يمكن أن تحدثنا عن هذا الاعتقال ليس هناك إزدوجية على فكرة أخر مرة أنا أنفق أنا وصفت أنا أعتقلت في يوم الثورة 23 يوليو 71 وكان ذلك بعد زواجي بأربعة أيام وخمسة أيام وكنت منتم لحركة فتح وكنا منذ ذلك التاريخ وقبله بسنوات قد ثرنا هنا في الوطن المحتل وتضمن مع شعبنا ومع أهلنا في الثورة الفلسطينية وكان هناك صار مئات الأسرة ومنا من الداخل هنا في السنوات 68 تقل المئات على هذا الموضوع وأنا كنت واحد من هذا للناس لا يوجد ازدواجية ولا شيء إنما لما إلي حقين حق مواطن كفلسطيني وحق إسرائيلي أنا حر أستعمل هذا وأستعمل هذا ليس ازدواجية هاي إلي وهاي إلي فنتين إلي أقول لك إحنا بهذا الموضوع أكثر من الجهيتين أقوى من الطرفات وأقوى من الطرفات بشرط أن نحافظ على التوازن وعلى الحكمة ونعرف كيف نحن لكن في الشق الآخر هل بالفعل كنت تخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل في حينها في السبعينات هذا كلام أو مجرد اتهدوره لا 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 مش مجرد اتهامات لا كان فيها شيء لا أرهم لا طالعا قد يبالغوا يزيدوا يحطوا يكملوا وقيل بأنك يعني جنت شباب في سبيل هذا الهدف من داخل إسرائيل نعم نحن تمينا وكان معي شباب وقلنا والأمور صفحة طوية أنا لا أريد ندخل فيها مجددا قد ندخل فيه أشياء اللي هي يعني مفضلة ما ندخلش فيها أما كان أنا بالأمر ما أجل من الفراغ لا التمينا وقومنا وخدمنا وعملنا ولكن الأمور قطعت في هذا الملف يعني الملف الملف الشخصي للأستاذ عبد المالك دهامشا أيضا يقول البعض بأنه يعكس قضية ازدواجية الهوية والانتماء فيش ازدواجية يا ناس ليش ازدواجية ليش يا هاي ليش هاي لحال وهاي لحال لا الثنتين سوا أنا أضع الكفين هيك صاروا كف واحد أنا هنا وهون بنفس الوقت لا الإيد اليمين بتنفي الشمال ولا شمال تنفي اليمين كلاهما بصيروا قويات هاي إسرائيلية وهاي فلسطينية إحنا هيك مش ازدواجية إحنا بجينا من ناحيتين لما تحط الامر كأنه ازدواجية بتفتح باب أنه الواحد ينفي الآخر أو يتصادم معه لا مش هيك إحنا لا مننفيها ولا مننفها والثنتين إلنا ومنتمسكين بيهم وبدنا نظل قويين بيهم ومندعو كل منصف وكل من يريد الخير للشعب الفلسطيني وللشعب الإسرائيلي وللسلام وللبشرية جمعاء أنه يمشي ورانا وهو إحنا اللي بنعطي الحل هذا التضافر بين الاتجاهين هذول بشكل عاقل وحكيم وعاقلاني يعطي حل للقضية كلياتها واللي بدهنش يسأل اللي بدهن إياه في السجن اخترب عبد المالك دهامش أيضا من الدين الإسلامي أو دخل فيه تبلبرت هويته الفكرية والسياسية لماذا في السجن ولو تحدثنا عن هذه الفترة عبد المالك دهامش كان ذوهاوية سياسية منذ أن فتحت عنا أنا عشت في بيت مسيس كنا عنا راديو من سينة ست وخمسين لما صر الإنقلاب تبع جمال عبد النصر وضباط الأحرار اسمعنا وعايشنا ومع أنه أنا عمري ست سبعة سنين ولد أما عشت هاي الأشياء وأنا عشت النكبة أصلا دون عنا أنه هاي نكبة كيف هجرنا ورحنا وبيتنا بالليل كانت صور كيف دخل الجيش الإسرائيلي وحتل بلدنا ذاكر الصور لا تنمحيش من مخي في ساعتها ما كنت فاهم أنه كان عمري ثلاث سنين أنه هاي هي النكبة وهذا الجيش ولكن الصور ظلت موجودة فأنا مسيس منخلقت وأنا سياستي أصلا حتى بالثانوية في المدرسة الثانوية بصف التاسع وما فوق الوضع السياسي والقضية الفلسطينية والموجة العلمانية اللي كانت مسيطرة على بلادنا هون نحن انقطعنا عن شعبنا ما كنا نسمع أنه فيه شيء اسمه إسلام أو فيه دعوة إسلامية يوم إسلام سياسي على فكرة بدكن تطلع روح الإسلام من كشان كيف يعني الإسلام سياسي فصل إسلام بلا روح إسلام بدون سياسي إسلام بلا روح بتطلعها لماه يكون بطل سياسي صار بلا جسم بلا روح بترتعفوا وزي ما كان مئات سنين وزي ما بدن اليوم إسرائيل وأعوانها وكل المعادن للإسلام الإسلام سياسي والسياسي هي روح الإسلام والمسلمين اللي بدون يدخل distance النبي صلى الله عليه وسلم تقدرش ما تكونش انت تتهم بمجتمعك وبشعبك والمسلمين اللي معك فأنا أخد قراري في هذيك الأيام أنه حتى الإسلام الفطري اللي أنا كنت عشته كولد وتربيت في بيت مسلم حطيته على جنب قلت بدنا نشوف يا أخي هل الإسلام صح ولا مش صح ما أنا اليوم صرت شاطر وبتعلم وبدأ أصير محامي بدي أشوف فيه إسلام ولا فيهش أصبحت محاميا بعد الاعتقال أصبحت محاميا وأنت قبل الاعتقال لكن بعد الاعتقال مثلت هلين أعطيك كيف صرت رجعت للإسلام أو كيف صار الإسلام عندي ذو وزن أنا وضعت موضوع الإسلام تحت علامة سؤاله وقلت أجله إسا بعدين نشوفه خلينا نخلص ثانويا واخد الشت للبقروت أو الثانوية بعدين تنصير محامي وبعدين تنصير مكتب بعدين حتى بين سجن تقلت إيه طب لك جواب على السؤال بدك تصير مسلم ولا لا قلنا بعدين بدي إسا تعلم جامعة لندن وأخذ بي إيه بطريق أوروبا الحديث بعدين أجاوب إلى أن منعتني سلطات السجن من الامتحان النهائي لكي أخذ بي إيه وكان هذا في أواخر السبعة وسبعين بداية الثمانية وسبعين وأنا أتوقل التموز واحد السبعين سبع سنين يعني التموز الثمانية وسبعين لازم أروح قد يش أدخل في كل التفاصيل إلا أنه بجوز ما تعني كوش كثير ثلاث أربعة شهر قبل ما أروح وقع بيدي كتاب وكأن هذا الكتاب لم يكتب إلا ليجاوب على السؤال هل الإسلام حق أو لا هل فيه الله خالق لهذا الكون والإسلام مضبوط أو لا مجرد نعم من هنا بلد تاريخ وخرافات قرأت الكتاب فاقتنعت بشكل فكر وزي ما بدي لقيت الجواب على السؤال اللي أجلته عشرين سنة الكتاب هض بجواب على السؤال وأقرمعت وصار لدي واضح أنه الإسلام حق والإسلام صح والله عز وجل هو الخالق لهذا الكون ولن يكون لهذه البشرية سعادة لا في الدنيا قبل أن يدركنا الوقت أنت بعد الاعتقال كمحامي مثلت أسرى فلسطينيين دعنا نقول أسرى أمنيين بينما الشيخ أحمد ياسين ماذا يمكن أن تحدثنا سريعا عن علاقتك بالشيخ أحمد ياسين نعم مثلت الشيخ أحمد ياسين وقيلة الانتفاضة وكل من توجه لي خلال انتفاضة الأولى السبعة ثمانين وقبل على فكرة بالتساعة وستين قبل اعتقالي أنا كنت برضو محامي للسياسيين أنا في الداخل اللي تقل الأمنيا ثبالتين ساعة وستين سبعين وكنت المحامي الأكبر في هذا الموضوع مع أنه جديد ومن اللي خلصت الشيخ أحمد ياسين رحمه الله يعني أكثر ما أذكر عنه في إحدى المرات أنا خلال كوني في الكنيسة ما تركت للشيخ أحمد ياسين ولا الأسرة الآخرين أنا كنت أزورهم ومحاميهم ثم لما صرت أضوي الكنيسة ظلت أزور السجون وأزور من مثلتهم وأدافع عن حق السجن وهذا أمر طبيعي وصار لي صدمات مع الحكومة الإسرائيلية ومع قدرت السجون ولا الجو العالي ولكن لا لنت ولا رمشت ولا اهتميت وقلت للمدير السجون بدي أزوري نغصب عنك بتلاقي علي ما بسك قانوني حاكمني بتلاقيش أنا بدي أزور زي ما بدي من محامن رئي الشيخ أحمد ياسين للأسرع الفلسطيني إلى نائب لرئيس الكنيسة وهي أعلى هيئة تمثيلية وسيادية في إسرائيل شو المشكلة؟ نعم كيف يمكن هذا؟ ولا في أهوان منه هيك يمكن وهيك لازم أنا في داخل إسرائيل عوض بكنيسة إلي حقوق وإلي حصان بدي إياها وأنا بحب الأسرع وبحب قضيتهم العادل وبيدي أنصفهم ما غدروا وش يمنعوني أنا الجواب أما وجودي وكوني واللي عملته هو الجواب على سؤالك فيش تناقض أنا من جهة بنصف قضية شعبي وبساعده وبحارب مع بدوني الخانون طبعا وبالأصول ومن جهة ثانية بتنزلش عن حق لأكون نائب رئيس الكنيسة ولا نجاز هذا لنجاز على فكرة قبلي لم يكن نائب رئيس الكنيسة عربي من الأحزاب المكروهة صيونيا ولا مرة وأجوا اعتزونا بقول لك بعتزونا بصيروا مشهورين يتنازلوا ويركعوا اتصلوا فيه بدنا نعين نائب رئيس الكنيسة حزب العمل قلت له أوه لا تعين قلت صوتوا معنا قلت له ليش صوت معك ليه بنكون شحنا واحد مننا نائب كيف بد يكون احنا صحاب ساعدنا وصوت معاي فكرة العادية قلت له سمع حبيبي صاحبي مش صاحبي حط على جنب انا بحكي كممثل شعب احنا بدنا نائب رئيس الكنيسة عربي من هاي اللحظة وخلال يوم يومين اتبلور الموضوع وعي النائب رئيس الكنيسة عربي كعضو ايضا نسابق في الكنيسة قيادي في الحركة الاسلامية هل انت متخوف من ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يمكن ان يأخذ منحة دينيا يعني في صلب ذلك ربما السيطرة على المسجد الاقصى هل هناك تخوف من ذلك الصراع من الجانب الاسرائيلي هو ديني منذ البداية اسرائيل اصلا حتى في وثيقة الاستقلال وحتى في مشهده وفي كل حياتها اسرائيل دولة دينية وكل ما يزعمونه انه ربنا انطهن هذه الارض اذا هو من الناحل يهودية ديني ولاش نضحك حالنا وهنا بيعرفوا نعم احنا صراعنا بالاساس برضو اسلامي بس لا اسرائيل شاطري الاقصى لمن للعرب لحالي او للفلسطين لحالي الاقصى للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام والارتباط النبي بالاقصى واضح بالمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم الليلة المعراج ولما وصل للأقصى صلى بكل انبياء الله ورسله ربنا بعثهم وصلى بهم امام كل هاي الاحداث الرمزية والمهمة والتاريخية تقول بانه الاقصى مركز اسلامي المسلمين اذا وعيوا بيعرفوا ارتباطهم بيجوا ايدو مش وعيين بلاش اسرائيل استطاعت ان تحولوا من قضية اسلامية وقضية فلسطين حكم حكم الاقصى فلسطين بلاد وقفية اسلامية وفلسطين لم تصبح وعمار بن خطاب استطاعت ان تجعل من الصراع صراع فلسطيني بعد ما عزلت العرب وعزلت العالم الاسلامي عنه الناس بيقوا دورهم حرين ماذا عن حرية العبادة كما قلت بان هناك ادعاء تقول بان الحرية العبادة المعمول بها في اسرائيل ليست موجودة في اي مكان اخر في العالم العربي اسرائيل تحسن اللعب وتحسن تسويق نفسها ليس هذا صحيحا مضبوط في حجر على حرية العبادة في بعض انحاء العالم العربي انا مش قبير كثير بس لا لا استبعد اسمعنا انه السيسي قاعد يهد جوامع بمصر ولك ما لك يا سيسي هي جوامع يعني اللي مخر بمصر وهي الجوامع اللي خلي الشعب المصر مش ملاقي اللي الفول مدمس هي واقل الصباحية هي الجوامع اللي وصلتك لهو هي الجوامع هي اللي عملت مصر الأصلر وعملتك وانت اقسمت ماشي مش هذا الموضوع اذا العرب بعتدوا على الاسلام لانه هذا حالا ديكتاتوريين ظالمين فاجرين اسرائيل تحسن اللعب اسرائيل على فكرة هدمت الوطن الفلسطيني هدمت المساجد لليوم بعض المساجد موجودة وتستعمل كخمرات او كمنجرة او كمصطحة شخصية لفرد من الناس وبمنعونا من ترميمها ومنعات خدسيتها في طبرية مسجدين موجودات قائمات ما زالوا ممنوعات صلوا فيهم في كثير محلات في عكا في الرمل في الليد رجعنا شوي شوي نصلي اخر مسجد افتتح بالليد كان مسكر مسجد دهماش بالثمانينات فتحوه وسكر من الثمار والثمانيين لانه كان فيه مذبحة لم يسمح حتى بدفن الضحايا اللي ذبحن اليهود في هذا المسجد عندما لا جاء أخيرا قبل أن ننتقل إلى فقرة بكلمة واحدة هذا السؤال الأخير على عكس العالم العربي المنقسم في العرب في إسرائيل توحدوا في قائمة انتخابية مشتركة تجمع الشيوعي الإسلامي القومي كيف تقيم هذه التجربة وهل ستستمر برأيك في ظل الحديث عن انتخابات مبكرة في إسرائيل القائمة مشتركة قيمت مجددا بعد ترك العمل البرلماني وأنا من المتحمسين له وأنا أقول بأذنة نحن هنا كعرب في وضعنا الخاص داخل هذه الدولة لا يمكن ولا ينبغي أن نستغني عن وحدتنا الوحدة قوة تقبل عصيه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا الوحدة قوة المشتركة قوة واللي مش عجل المشتركة لأنه مش فهمها أو معادي إلها من الحيط لا يعلم أو يعلم مشتركة قوة ويجب أن نمدها ونقويها ونحافظ عليها واللي بطعن في المشتركة خائن سأجيلها على الثاني اللي بطعن من المشتركة مع سبق إصرار تيخربها خائن لأروبته ولا دينه إذا هو مسلم ولا وطنه ولا كل ما هو خير مشتركة وواجب ضروري لا يمكن إحنا بأيدينا ندشرها أما إذا كان هناك من سيؤدي إلى قسمها قصبا عنها كما بتصير كثير من قسمات اللي بيقسم يتحمل أنا كمسلم وإحنا على فكرة إحنا منذ البداية الحركة الإسلامية قلينا على أنفسنا أن ندخل الانتخابات الكنيسة منفردين وكلنا منقدر وإحصائيات وإستطلاعات أطتنا ثلاث أربع نواب من البداية قلنا لا يمكن ندخل منفردين إلا من وحد الوسط العربي كله حاولنا التوحيد توحدنا مع بعض أطراف الوسط العربي من قبل التوحد معنا ثم الحمد لله وصلنا إلى المشتركة ولا فخر كان لنا نصيب الأسد في بناء هذه القائمة وبتنازلاتنا والدكتور منصور الله يجده الخير عرف كيف يشغل وعلى حساب الحركة الإسلامية أعطى مواصب وتنازلات من شأن المشتركة تقوم وقامت نأمل لها النجاح والاستمرار والقوة لأنها ضرورة لهذا الشعب في هذه الظروف وليس لدينا إمكانية طرف أن نتنازل عنها هل تتوقعون أن تحقق المشتركة نجاحا أكبر ستحقق كل النجاحات أنا أراهم على أن المشتركة إن استمرت بقوتها وزخمة سوف تركع الطرفين الإسرائيليين اليمين واليسار وتكون هي القوة العظمى بينهما وهي التي تقرر من يكون رئيس حكومة ومن يكون رئيس دولة هذا باستطاعتنا إذا أحسننا اللعب بين الفئات الثانية المتناهرة وإذا ما أحسنناش ذنبنا على جمدنا أستاذ عبد الملك دهامش وصلنا إلى فقرة بكلمة واحدة سأطرع عليك العديد من الأسماء وتصفها لنا بكلمة واحدة فقط بن يمين نتنياهو رجل سياسي تهم مصلحته فقط ويبيع إسرائيل لمصلحته الشخصية وهذا ما ثبت ولكن يجهلون ذلك والعميان بركض وراعا قريب بني جانس وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالتناوب رجل عسكري أهون أن نحصل على إنجازات كعرب من بناتي من نتنياهو من أن نحصل منها من بني جانس لأنه أقوى من نتنياهو أجمد أحمد ياسين شهيد فلسطين وشهيد الإسلام والرجل الذي قال لن أخرج من السجن إلا غصب عن اليهود وقد تم له ذلك والحمد لله ياسر عرفات شهيد فلسطين ورجل نظر حياته كلها وما طمع يوما لا بطرف ولا بمال وأعشرته عن قرب وعرفته وهو الشهيد الثاني أظن أنه قتل مظلوما يجمعنا الله بهما إن شاء الله وبكل الطيبين في جنات عدن في الآخرة محمود عباس فلسطيني لا أشك بصدقه وبمواطنته الفلسطينية وبحبه لفلسطين ولكنه أعمى سياسيا ووصل إلى طريق مسدود عندما ترك الخيار العسكري نهائيا وحصر نفسه في دائرة السلام وست سلام وست ما أحد أعطيك لا ترامب أعطيك ولا أسرائيل أعطيك نعم عبدالله نمر درويش الرجل الأول في عمل الإسلامي 48 الشيخ المؤسس الحالق الشيخ الذي عرفه وكل من عرفه في داخل الفلسطين وفي العالم الإسلامي أنا سمعتهم من غير واحد منهم هو الشيخ الوحيد الذي كان عبقريا سياسيا وشيخا مسلما صادقا محيطا بالأولوان الإسلامي بشار الأسد حاكم سرية لهو عليه لست خبيرا كثير حسن نصر الله كان له أيام بيضاء ولا ننكر ذلك وقد عفر أنف إسرائيل بالتراب في حرب 2006 نعتز ونفتخر بذلك هو وحزب الله ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا الحق ولكن يبدو أنه عليه مآخة أخرى لا أستطيع الخوض فيها ولا لست خبيرا بها محمد مرسي هو المسلم الأول الذي أجمعت عليه مصر بشكل ديمقراطي ومنتخب منذ الفراعنة وحتى اليوم لكي يحكم هذه البلاد وللأسف الشديد منع الشعب المصري أو أخذ منه هذا الخيار وأخذت منه هذه السمرة وليس ذلك إلا لتعود مصر إلى أسوأ أيامها كما عرفت عبد الفتاح السيسي هو الذي حرم مصر من ديمقراطيتها ومن ازدهارها ومن خيارها الإسلامي الذي كما سيخرجها إلى مصاف قيادات العالم العالمي أجبع وليس العربي والإسلامي أخيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إهبل ومجنون وشاطر ووقه المحامي عبد المالك دهامش النائب عن الحركة الإسلامية ورئيس قائمتها العربية الموحدة سابقا شكرا جزيلا على هذه المشاركة لا شكر على واجب شكرا لك يا أخي ولكل المشاهدين والحمد لله رب العالمي وأنتم مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعة دمتم بأمان الله نلقاكم في حلقات أخرى مع شخصيات أخرى في حديث آخر اشتركوا في القناة